من يتحدثون عن مسئلة اهتزاز الشعبية انزل الشارع انزل الشارع خش جوه العطوف والحواري وانزل الشارع وروح جوه النجوع والكفور وقول السيسي انا بقول جرب انت مش تخسر حاجة اتقل لك يعمر بيته ده احنا بقى عندنا بيت ربنا يباركله ده احنا دخلت لنا المية ربنا يديله الصحة ده احنا بقى فيه عندنا كهربا ده احنا بقى فيه عندنا صرف ده احنا فتحت مدرسة ده فيه مركز خدمات صحية ده فيه مستشفى ده العيال دخلت الجامعة ده نبني خد منحة في الجامعة الاهلية ده انا مش عارف ايه شوف هنا بقى رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن تجربة سبع سنين قال ايه قالك التجربة اثبتت ان احنا لم نفهم ولم نقدر حقيقة المصريين معنى ايه الكلام ده اتقل اسمع الرئيس قال ايه بكل صدق وتواضع التجربة خلال السنوات السبع الماضية اثبتت اننا لم نفهم لم نعرف لم نقدر حقيقة المصريين والله 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 يصبح حonie المفاجأة بكل صدق وتواضع المفاجأة التجربة التي Vern中عناها بالسبع سنين خلال السبع سنين اللي فاتوا دول أثبتت أننا أنا أتكلم عن نفسي أننا ما كناش فهمين كويس ما كناش عارفين كويس أنا أتكلم عن نفسي لم نقدر حقيقة المصريين فالشعب قبل التحدي والتضحية والحكومة تفزل ما في وسعها والقيادة مستعدة للسنزاف رصدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح وكانت الفكرة هي السياسات سياسات أو استراتيجية استراتيجية المحاول المتوازية يعني بقاء وتنمية يعني إصلاح من قاهرة وبناء قاهرات أخرى إصلاح القديم وبناء الجديد ليس كان الفكرة أننا نعمل جديد فقط نحن نمشي بالتوازي نصلح هذا ما أمكن ونعمل جديد عشان الدنيا تتغير ممكن نشوف الناس شافت المؤتمر إزاي في المحافظات بجد يعني ممكن نشوف رأي الناس ممكن نشوف صوت الجماهير ده تعبير من زمان كدوك صوت الجماهير ممكن نشوف صوت الجماهير وتشوف الناس وهي وقفة وبتتابع أدي البحيرة اللي بعده هاتلي بني سويف هاتلي الجيزة هاتلي المنوفية كطر مايهمكش خلي الناس هي اللي تقول دي وشوش المصريين اللي الرئيس قال لم نفهم ولم نقدر دول في الوراء عندنا في محافظة الجيزة الرئيس بيقول لم نفهم ولم نقدر المصريين مكنش حد متصور ان المصريين يوقفوا الوقفة دي احنا اللي بنقول شكرا سيادة الرئيس شكرا